هنبدأ بقى لو بتفكر تبدأ قرية الفيديو ده بتاعك نهارده الاثنين تعالوا نتكلم دقيق دين السلام عليكم الاغبار اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج او دقيقتين كل يوم اتنين وعلشان لو اول مرة بتشرفنا متابعتك على القناة انا اسمي احمد شهين تشغال في التدريب والتطوير بقى لي اكتر من عشر سنين فشور انتي كمان ان انا اساعد الناس في رحلتها المهنية عندي مدرسة لتأهيل او المدربين فلو حضرتك مهتم تبدأ رحلتك المهنية كترينر او كمدرب هتلاقي تحت الفيديو وفي القناة هنا بنحاول نقدم اكتر من برنامج يساعد الناس فيما يتعلق بالانتاجية والرحلة المهنية وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن سبع حاجات لو قررت تبدأ قراءة مهم تعرفهم بل فيه كمان ناس بتقرأ بقالها فترة كبيرة جدا وبطاعة فيهم فخلينا نعتبرهم كمان اخطاء للناس اللي بتقرأ بقالها فترة كبيرة واول حاجة مهم نبدأ بها الفيديو كانت الهدف من القراءة مهم قوي لو حضرتك بتقرأ بقالك فترة كبيرة او لسه هتبدأ قراءة تحدد هدفك من القراءة وجود هدف واضح وصريح من عملية القراءة بالنسبة لك مش بالنسبة لأي حد تاني هيساعدك تحدد حاجات كتيرة قوي من ضمنها المجهود اللي هتبزله في القراءة والوقت اللي هتقديب تقرأ كل يوم وحتى نوعية الكتب والطريقة اللي هتقرأ بيها وهنتكلم عن ده بعد شوية فقبل ما تبدأ قراءة اي كتاب مهم جدا تحدد هدفك من قراءة هذا الكتاب تاني حاجة مهم جدا تعرف الكاتب والسياق اللي تكتب فيه الكتاب معرفتك بالكاتب هتفرق معك كتير جدا في تحديد الكاتب المناسب في طريقة كتابته وطريقة تفكيره مع الفكر بتاعك اما معرفة السياق هنا نقصد بيها الكتاب امتى تكتب ليه الكاتب كتبه ويا سلام لو فيه قصة مشهورة للكاتب مع الكتاب ده كله هيساعدك تفتكر مش بس الكتاب والكاتب لكن هتفضل فكر بنسبة كبيرة اوي المعلومات اللي انت اخدتها من الكتاب وموقع من اشهر المواقع اللي ممكن يساعدك في الحتة دي موقع جود ريدز وكمان تقدر تابع من علي الكاتب واراء الناس في الكتب وهكذا وتالت حاجة وانت بتقرأ دايما حاول تركز على المحتوى اللي فيه القيمة العالية بالنسبة لك فممكن وانت بتقرأ مثلا الكاتب كتب فصل عن ادارة الوقت كتب فصل تاني عن العادات كتب فصل تالت عن حاجة في الانتاجية حضرتك مهمة جدا وانت بتقرأ تركز على المحتوى اللي فيه القيمة العالية ليك او اكتر احتياج انت محتاجه من الكتاب ده وده يرجعك ويفكرك باول خطوة وهي الهدف من القراءة قبل ما اقول رابع حاجة وخطأ كبير جدا بيقع فيه ناس كتير من اللي بتقرأ حتى بقالها كتير حابب اسألكم سؤال ووقفوا الفيديو بعد ما اسمعوا السؤال وجووني في التعليقات كم حد قرأ قبل كده كتاب وبعد حتى فترة قريبة حد سألوا عن الكتاب او الكاتب او حتى ايه اللي استفدتوا من الكتاب كان ناسي كل حاجة عن الكتاب اللي هو قرأه ده للأسف دي واحدة من اكتر الاخطاء اللي بيقع فيها الناس اللي بتقرأ بقالها كتير وانا شخصيا في قصة ظريفة جدا مع واحد من اصدقائي اللي لخص اكتر من الف كتاب ويمكن صورنا معا حلقة على القناة قبل كده تقدروا ترجعوا تشوفوها قبل ما يبدأ القصة بتاعت التلخيص بتاعته مع الكتب كان دايما بيقرأ الكتب ويعديها بسرعة وما يدونش اللي هو طلع بيه منها حاول دايما تدون اكتر واهم الحاجات القيمة اللي انت طلعت بيها من الكتاب ومش شرطة طبعا هنا تكتب نوتس وانت بتقرأ لان في ناس كتير قوي بتتدايق من فكرة التدوين جنب القراءة في نفس الوقت ممكن تعلم حتى في الكتاب وانت بتقرأ بألوان مختلفة او حتى تسجل مقاطع صوتية او فويس نوتس على الموبايل بتاعك اما بقى لو مش عايز تعمل اي حاجة من اللي انا قلتها دي فهقول لك حاجة حلو قوي ممكن تعملها روح اشرح كل حاجة تعلمتها من الكتاب النهاردة لاي حد جنبك زوجتك اخواتك صحابك دايما بقول للترينرز والمديرين اللي بيحضروا معي برنامج تدريب المدربين اكتر حد بيستفاد في العملية التعليمية هو الشخص اللي واقف بيحضر المعلومة ويشرحها للناس واكتر حد بتأثر عليه في حياته اليومية خامس حاجة وبرغم ان هي ممكن تبان بسيطة او حتى تفهل بعض الناس الا ان هي مهمة جدا خصوصا لو انت حد لسه جديد على فكرة القراءة مهم جدا تاخد وهنا نقصد ببريكس او اوقات راحة مش بس ما بين اوقات القراءة اليومية لكن كمان الاسبوعية والشهرية خلي فيه على بتاعتك يوم او اتنين ما بتقرأش فيهم او بتاخد بريك من القراءة وقصة البريكس او اوقات الراحة مهمة جدا في ايا كان اللي بنعمله في حياتنا لاسباب كتيرة جدا ابسطها واقربها ان انت ترجع تجدد شغفك تاني تجاه النشاط او الاكتيفتي اللي انت بتعملها سادس حاجة اقرأ كتير جدا وما تعتمدش ان انت تاخد ملخصات الكتب بس لانه عملية القراءة نفسها هتخليك تكتسب خبرات ومهارات عمرك ما هتكتسبها من ملخص كتاب تقرأه او حتى فيديو تتفرج عليه واخر حاجة حاول تنوع دايما في انواع القراءة او الكتب اللي انت بتقرأها وده يرجعنا الاول حاجة قلناها في الفيديو وهو هدفك من القراءة ويمكن في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت هيطلع لكم فوق حالا دلوقتي تقدروا تروحوا تبصوا عليه كلمنا على نوع القراءة اللي هو اللي بيخليك تقرأ كتب كتير في وقت قليل وهي القراءة الاستقصائية طبعا في انواع تانية للقراءة ومن ضمنها القراءة التحليلية انت تمسك الكتاب وتقضي فيه وقت طويل تطلع منه وتذكروا زي ما بيقولوا وعادة يعني احنا كترينرز او الناس اللي شغالة عموما في التدريب والتطوير بتذكر بهذه الطريقة لانه ده بيساعدك تسترجع المعلومات لو كنت محتاجها طبعا في برنامج تدريبي او غيره من العمليات التعليمية فحاول دايما تكون بتنوع في طرق القراءة مرة تقرأ كتاب بسرعة قراءة استقصائية وتطلع منه المعلومات المفيدة بسرعة ومرة تانية تجيب كتاب ايه الدسم تذكره وتطلع منه مش شرط عشان تحضرها في برنامج تدريبي ولكن عشان استفاد به وتفيد به الناس اللي حواليك واخر حاجة حابب اقولها في الفيديو ده افتكر دايما ان انت مش هتعرف تجرب كل حاجة في الحياة مهما طال عمرك فالقراءة هتخليك بدل ما تعيش حياة واحدة تعيش فوقها مئة الف حياة شكرا ان انت تفرجتوا على الفيديو ده للاخر تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة نشوفكم على خير